إحنا الحقيقة يعني عندنا حمل كذب بس إن شاء الله ربنا يكرمنا في الحمل اللي بعده فإحنا ما كناش عارفين نعمل إيه ومين أحسن منكم ما خلفلنا نجمتين كبار ويا زين ما ربيته ويا زين ما خلفته يعني الأمرتين دنيا سامير غانم وإمي سامير غانم تحية سبيرة فقلنا بقى أن نسأل تعملوا إيه بقى مع دودي وإمي وهم مزغنانين كده كان في حاجات معينة كنتم مهتمين إنكم لازم إن هم يلتزموا بالحاجات دي لأ هم هي دنيا ما شاء الله الموهبة بتاعتها بانت قوي من ويا صغيرة إن شاء الله إنما إمي زلنطحية من ويا صغيرة إمي دي التشرط وفضل يقولوننا ما تفضلوش مهتمين بدنيا عشان إمي ما تغيرش ففضلنا ندلع إمي زيادة عن اللزوم لغاية ما هي كلنا بنخاف منها بما فيهم دنيا بما فيهم سامير لا أنا عمرو أنا بحب أتفرج على إمي وهي بتتخاني معينا آه آه لا لا وشو فيها لما تقولها إيه رايك في الفستان دا إمي صناءة بقى دا بلدي قوي يا مانا آه آه بقلكوا قديني جاوزين إحنا بقلنا ثلاث شهور طب لسه بقلنا أوحشي وقال أحلى ثلاث شهور أحلى ثلاث شهور أحلى ثلاث شهور ثلاث شهور ثلاث سنين علاقة بقى علاقة لا الموضة دلوقتي الدخلة بتاخد وقت عشان ومعنا إحنا جمع دي إنتا ما شاء الله متجاوز رياض الأصاب جيد ثلاث شهور ثلاث شهور هبيب يا جميل طب قل لي يا أستاذ سمير مرة كدا حصلت مثلا مشكلة آآ وربنا طبعا ما يجيب مشاكل بس مثلا مرة دنيا أو قمي عملوا حاجة وإنتوا بقى إيه قعدتوا كدا مع بعض في القوضة قلتوا آآ نعمل إيه بقى في العيال دي بص لازم البنات يعملوا حاجات كدا بس حاجات كلها كلام فارغ بس ما متهم بقى هيا الله قولنا بقى يدي ست دلال شاي لحمل ما شاء الله عليه أكيد طبعا لأ هما لما كانوا يحبوا مثلا يخرجوا يسفروا سفرية مع صحباتهم فكت أنا بمنع على طول فهم عارفين إن باباهم مش هيرفض لهم فلن فيروحوا يقولولوا الأول ياخدوا موافقته قبل ما يقول فيقولولي بقى هعايزين ناسا نروح لحتة الفلانية يا مامي قلهم لأ مش هيروح طب وإيه رأيت بقى لو باب هو مين راجل البيت مين بلوته مين بلوته وبعدين إمي لما أرفل بقى إمي تروح تقوله إيه يعني أنت ما لقتلناش غير دلال عبدالعزيز اللي تتجوزها تتجوز لنا يسرى ولا ليلة عين حاجة أحلى يعني بتحرمني أنا بتعايز أقول كده وإذا ما أدارش أقول طبعا لا والله ده وفيه أحلى الأمر والعسل والسكر كله والله العظيم لا وبعدين دلال ما شاء الله عليها يعني مصيلك بيسا جدا جدا ست بيت من الدرجة العشرة عشرة في الطبيق الدرجة العشرة بيقول درجة العشرة بوجود ماما الله يرحمها هي اللي كانت قاعدة معانا على طول وهي اللي مربية دنيا وإيمي حتى لسه بقول لدنيا عشان أنا أصبرها وهي مسافرة للمسلسل بقولها إيه دنيا ما أنت كنت قد كايلا كده و أصغر كمان و أنا سفرت أنا و بابي و رحنا قعدنا في أمريكا 40 يوم قالت لي بس تكت فيه تيتا موجودة حقيقي هنا دي الحمل بركة إنما أنت مش قاعدة زي لي تيتا وتاخد بالها من كل حاجة برغم أن كان قاعدة يروح في السنين الأخيرة أمتتحركش إنما عنيها وأخذ بالها من البيت وأخذ بالها مش شغالة ففعلا ربنا يخلي كل الأمهات اللي هم فيه نرجع للدنيا و إيمي ده كانوا بيعملوا مشاكل في المدرسة ما تسيبوا بالدنيا و إيمي ما أنت معك دلال و سميل حيالا طب قلونا عيالكم لا بتتكلم عن التربية عيالنا لا آياء عيال إيه تا مش عادي ما ممكن نخلي فيه كانوا بينا صورات صورة لا في المدارس حعرفوا يقولوا حضرتنا فيه أنا فاهم فاهم أولا دي حتبدوا تخلف مش هتوسكت بببببببببببب أبب مجموعة بيدنوا مجموعة أنا هتجيب لك مجموعة و إنت أنا اللي مش قوي اللي مش قوي وتدخلوا تاني اللي يرمي يرجع تاني فوق بس اطلع عشيلة برضه بقى ده اقول لحضرتك عليك زي امه لا هو دنيا وقيمي في المدارس اه مش عملت مشكلة مصيبة لا دنيا من ساعة ما دخلت الحضانة وهي في مدرسة واحدة يعني عند ماما نوالي استكر من حضانة اتدائي اعدادي سنة وجمعة بزمائية اه بزمائية لما اني بقى كل مرحلة في مدرسة ليه ايه السبب تكره المدرسة امه تكره المدرسة امي دي عملت مرة فيها فصل وهي في ابتدائي في ثالثة ابتدائي وكي صغيرة كده وما امه مغس امه شو فيها اقوم لقت عليها قلت انك بتوجعك من ايه يا امي اروح في الحوض ابو السلاقي كأنها مرجعها يعني سور ايه كده مرجعها حاجة صفرة كده اقول لها ايه فخلاص يا حبيبتي غيبي اعدت على كده بتاع اسبوع عشر تيام وبعدين مرة قبل مفتح الحنفية بش امي كده لقيت ريحة حلوة قوي ايه البتاعدي جابت كريم بتاع شعر بتاعي وكانت بأيديها صغنانة كده تروح مسح الكريم وحطفل ده ايه ده ده ايه ده ده ايه تخطير ده كريم اصفر كده لون اه ماشا الله ما سيقطتش ولا سنة اه ماشا الله سنة بس كانت بقى ابتدائي عند ماما نوال وبعدين راحت نارمر وبعدين راحت مصر اللوغات وبعدين الجامع هي طلعالي انا في ديه اه انا كنت نيلة يعني في الجامعة كان الدكتور في القليل يقول لي مالنبي احضر عشان خطر يعني طب تعالى يحكي تحمله احضر حنجاحك حنجاحك اقول له ماليش يا دكتور النهاردة انا يعني الموت مين اقرب لك بقى دنيا ولا امي والله استحالة تقول لي يعني يعني كل واحدة اكتر من التاني اقرب لي اكتر من التاني ايه طبعا دي ست الكل جوه القلب عشان النهاردة جابونا الاثنين مع ايش عديها النهاردة طب انا عايز اسأل مدام دلالة طيب الدنيا بقى او امي مين اقرب لك طب احطونا الناس بيقولوا ان دنيا شبهك اه بقى لي على فكرة ابتدت تبقى شبهك ايوه صح ابتدت تقلب الايام دي وتبقى شبهك اه بس الدنيا فعلا وانا عندي صور وانا بيبي كده اه واخت كتير من ويش فعلا دي ودي اه تصدق بقى ان انا ندمانة انا ليه حشت نفسي ومخلفتش تاني صح ديه مش عارفة ليه معيني كنت لسه صغيرات كتير والله احلى بنتين اه مليون واحد يشوف الفنجان او يشوف الفنجان او يشوف الكافي واللي حجيب ولد اه انا كان نفسي في ولد على فكرة ده من طول عمري من هونا صغيرة من قبل ما اجيوز احب السوبيان جيب طب كنت تفتكري ايه تربيت الولد عن البنت لا هو بيقال ان الولاد اصعب بس انا شخصيا يعني بحب الولاد وهم صغيرين اكتر اه كما عندي ابن اخوية انا المربياة يعني ومتربي معانا بعشاؤه طب انا اسألكوا اسئلة كده وتقولولي بسرعة دنيا ولا امي ماشي يا دي الحوسى هو هنفضل الحلقة كلها لا لا اه هي عن التربية مش انا غيبونكم عندنا عشان تقولولنا نعمل لا 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 خلاص اخر حي قولولنا مين اكتر فيهم عصبية اكتر امي 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 طي مين بتحب الحيوانات اكتر امي امي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حسن في بيت مامة حسن فعمل على تليفونها كاميرا بترائب الكلاب عندنا في البيت فبترائبنا بالتالي مامي تطلبني في تليفون مامي انتي حبسك كلاب لغاية دلوقتي في صالة كبيرة كده وعمل الساسليتي لأفلام تليفزيون كبير قوي وقعت بقى يحطها للكاميرا كده في حتة السويدة السادة الكلاب يعدوا من قدامي لو عاملين جرايد يجيوا عاملوا البي بي بتاعهم حالوا لجامبي هيا انتبعهم حسن قال لي وانا تجوزت رئيس المخابرات انا خاف تكون عاملاني كده طب احنا النهاردة بنتكلم عن التربية وليلي بقى يديدي النصيحة وحضرتك طبعا بقتي مشاقلة دلوقتي تريد مارك الأمات كلها عايزين يعرفوا انت بتعملي ايه؟ فقللنا نصيحة ازاي نربي ولاده بنات يطلعوا طبعيين وحلوين وشاطرين كده هو الحب والحنان والصدق يعني ده لازم ده من صغرنا كده اللي هو يبقى فيه دفء الأسرة دفء العيلة يعني تحس ان كنت بما بين يعني ناس سلام مفيش نفسيا مفيش ضغينة من الصغر يتعلموا ان مفيش كدب مفيش يعني خيانة فيه حاجات كده بتتأسس في الواحد من صغره الحاجات دي انا تعلمتها من أمي وأبوي الله يرحمهم ومن مدرسيني في المدرسة دنيا ما شاء الله يعني هي دلوقتي طبعا بقت سفيرة في اليونسيف طبعا كلنا بنقول لها ألف ألف مبروك ما شاء الله فأنا فعلا سمعتها ان هي بتقول ان انا عمر محد مدي ايده علي في بيتنا وهو ده اللي هي بتساعد ان هي عايزة تعمل كده وبتقول ان هي أهلها طول الوقت كانوا ما شاء الله إيجابيين معايا وطول الوقت بيساعدوها وحتى قالت على حضرك ان حياتك عمرك في حياتك ما استهترت مثلا بموهبتها او قلت لها لا خلاص ذاكر شوية لا طول الوقت انت مقتنع بيها وحضرك كمان ده ايه يعني عارفة حاسة انا ماقدرش ادايق ويوم حاسة ان انا زعلتها في الحالة تاني ما نمش حبيب ما نجليش نوم اهو لحد ما تاني يوم هي بقى بتقول انا متأسفها يا بابي بتقول حاجة كده ده يا ما شاء الله بتعلم كيلولة صغنانة كده عايزة ان لو زعلتها بتقول لها سوري مامي يا حبيب ما شاء الله ربنا يا رب يحنيهم يا رب كلهم فانت لو جبتوا عيال وبالقلم عارفة بيه هي ها حاسة بالحجم طب موضوع بقى دنيا وامي فان انتوا كنتوا مشهورين وكده كان في مشاكل في التربية مع توجيهكم حافظت عليهم ازاي لا لا بالعكس هما ما اتقصروش بلا اولا هما من صغرهم وهم مشهورين بقى ان دول ولاد سامير ودلال وفي المدرسة بقى اتعرفوا على طول بتاع بس هما كانوا بيتعاملوا وهم نفسهم يعني شايلين من حكاية من دماغهم انهم ولاد مشاهير والحقيقة ان الناس فعلا كلهم لما بيهبوا حابين فنان فهم الناس كلها عشان بتحب سامير غانم اكتر فعرفة الحب ده بيتنقل لولادهم على طول يعني وخصوصا ان هما مؤدبين وزراف بيتحبوا اكتر يعني طبعا سامير انتم مجردوش بتاعوا جايبين ايه عملين ايه لا دي مفاجرة الشيماء طبخة بقى شايلة اه دي من غير حاجة تتعلم الطبيقية طب لو فضي يوم في الأسبوع طب ايه عجلكو انا عارفة ان فيه أزمة ما تروحي يعني توجيه دلال عندها استعداد وعملت حاجات بس اتي وجهيها شوية بصوا انا عايزة بص اقولكو على حاجة الاول يعني انه قبل ما روح اجهزلكو الاكل انا مجهزلكو فيديو صغنا كده من شهر العسل بتاعنا وما اتدوجي هوروهلكو على ما جهزلكو الاكل ماشي؟ ماشي ماشي هلو هلو هل شكرا؟ في نهاية م شكرا؟ م pow صلاة الناب حسنا كشوشو شكرا حسنا هذه المنظمة ونحن أتواجها في ثلاث قبل لأنها محبوظة ونجد أن لديك أي مشكلة حسنا يجب أن يكون لديهم حسنا انا ونحن أمي أتبع أمي أتبع أمي سأخذ إبتاد من الآن لا تأخذ أمي أخذ أمي ثلاث قصر لا تدع هل تم تكمل محشي لا يقوم بأمان خطيه لا تقوم بحجrees أطفل على الأي however لا تقوم بحجرف يا حبي ما أنت بحجائك سيحب أنا أنتك لست عندما تتعود أنت لن تكبرني أنا أنا متعني شايما هل ترى شوشو؟ قلت شوشو؟ شوشو مادود مادود مادودود نحن نعيب نحن نعيب نحن نعيبك ونحن نعيبك ونسلع ونأتي احبك يا أطفالي مالك بت يا إناس واحد فين البت جي؟ هل تساعدني بفايلة الموارق؟ فأنا أحبك؟ هل تعملي؟ فأنا أعلقت؟ حبك العلم في الى الحمام والواحدة مستقبلها في دمخها وفي شكلها وفي وسطها يا بيت أنت شكليك كده؟ أمك مش معلمك حاجات كتير هل تصدق من؟ أحبك لتصدق؟ وريني ده ايه ده بقى ان شاء الله ايه ده ايه ده ده روج انتو الروج عندكو شفاف وده يعمل ايه يا حبابتي ده الروج اجو بتاعكو يا مما الحاجات دي ما تنفعش بص يا حبابتي رازم تحطي لون فاقع عشان يبقى مرفط النظر كده اول ما الوجه يشوفك يحس ان هو مبهور ايه like this هل تفهمني؟ انا اوك استنى انا بقى اروشك بصي ايه ايه هذه فشا البقء كل ما يبقى كبير كده عمليك اعملتك رسم البقء هايفا ايه ايه ميجا ستار و بصي ايه يجب ان يبقى حاجة غمئة بصي اذا انا كده انا جيب الاضيق عليك لان اعرف اصبطك الكونتوري شوفي شوفي كده تبقى كده ايه كده بصي يجنن هوا ده الشغل ياه هل تتعلم دانس؟ هل تتعلم دانس؟ ايه كده صح معي منساع يا بيتها منساع هل تتعلم ايه؟ خلصت المواعين خلصت غسيل المواعين يعني مرشتيه بتعميه كده لايه؟ فنش ديشز؟ يس اوكي خلصت خلصي بقى الووشنج ده واعمليلي سندويتش جبنا نستو بنتو عملي كده ليه؟ نستو جبنا نستو شيز جبنا جبنا اوكي؟ عايزها سخنة ما ارمشها يعني سخنيه عملي سندويتشين اخلاصي بس يلا وعمليليه بسرعة سرعة وريني نوعك جبنا كده؟ منسايا شيز ماشي اوكي اوكي دو وريني كده بتعملي ايه؟ بتحطي حتها صغيرة ها؟ حطي كتير سخنيه شوية بقى